نشوف الآن الحقيقة هذه التغطية وهذا التصوير الجوي اللي تم التقاطه من الساعة 11 على طريق الفحيل هذا طريق الفحيل من الساعة 11 صباحاً لساعة وحدة ونص تقريباً الظهر فمثل ما أنتم شايفين هذا الوضع بشكل عام من خلال تصوير جوي طريق الفحيل السريع هذا اللي مقابل محكمة الأحمدي ما في الشك طبعاً يعني كمية كبيرة الحقيقة من الأمطار الغزيرة يعني غمرت وهطلت على البلاد واضحة الحقيقة يعني تجمعات للمياه كبيرة في هذا الشارع وأيضاً يعني أجل لكم اللاطين يعني منتشر أيضاً في الشوارع هذا طبعاً يسبب عرقلة في سير حركة المركبات وأعتقد أن هذا الطريق يعني غير صالح للاستخدام وإنتمنى إن شاء الله تعالى من خلال تضافر الجهود جهود أجهزة الدولة يعني من خلال الحرس الوطني والجيش والإدارة العامة للإطفاء والدفاع المدني والأشغال وأيضاً الكهرباء والبلدية إن شاء الله يتم التعامل مع الموقف وأيضاً يعني سحب هذه التجمعات المائية في أقرب فرصة إن شاء الله ونأمل إن شاء الله أن الله يحفظ الكويت إن شاء الله وأن الساعات القادمة أيضاً يعني يعني تكون أكثر هدوء إن شاء الله هذا اللي ينتمنى ما في شك أن الأمطار اللي هطلت على البلاد الحقيقة يعني فاقت كل التوقعات وحتى المنسوب الطبيعي اللي كنا متوقعين أو كانت الكويت تتوقع لكن الحمد لله يعني بتضافر جميع الجهود المخلصة إن شاء الله تعالى تخرج الكويت بسلام وبهدوء بإذن الله تعالى وعسى الله يحفظها يا رب هذه التابعون أيضاً من خلال تصوير الجوي صناعية الفحيل على الهواء مباشرة يعني تصوير من الساعة 11 للساعة 1 ظهر تصوير كاميرات وزارة الإعلام مشكورة الحقيقة أيضاً جهود تبذل حقيقة من الزملاء جبارة الحقيقة بتوجيهات معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد الجبري الحقيقة يعني لم يألوا جهداً في التوجيه والنصح وتواجد الحقيقة في موقع الحدث مع أركان الوزارة مشكورين وهذا ليس بغريب الحقيقة على الرجال وابناء الكويت المخلصين سواء كان في وزارة الإعلام أو في كافة قطاعات الدولة هذا لسناية الفحيل أيضاً تصوير جوي من الأخوان في كاميرات وزارة الإعلام طبعاً تلاحظون هي تكدس للسيارات وفي الحقيقة أثار الأمطار الغزيرة باينة لكن إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة إن شاء الله وبتضافر كافة الجهود إن شاء الله تتغلب الكويت على هذا الظرف الاستثنائي وتخرج إن شاء الله منه أكثر قوة وبسلام بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة